وفرت وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي في شؤون الحرامين أجهزة تعمل بأشعة الأوزون لتعقيم المخطوطات التاريخية والكتب بعد استخدامها وأوضح مسؤول وحدة التعقيم بالمكتبة خالد الزهراني أن المكتبة وفرت جهاز التعقيم الخاص بالكتب حيث يستوعب الجهاز ما يقدر بمئة كتاب توضع بجوار بعضها وتستغرق مدة التعقيم والتنظيف من البكتيريا والمواد الضارة ما يقارب ثماني ساعات